مساء الخير، تحية للجميع، توحشناكم بكل ما تحمل الكلمة من معنا المهم، كتب قاعدة المسألة دي العلاقة بالدرجة كما كنقوله بالقانا صرت أنا في التعامل مع منصات تواصل الاجتماع نقدر تشوفوني نغبر مدة طويلة ونقدر نكون متفاعل بشكل دوري ولكن هذا شي كيدخل فيه بزرح الحويج منها القانا تحديدا ولكن مرات كتشوف لابد أن تدلي بدلويك في بعض المواضيع ما شي من أجل إثبات الحضور ولكن بقدر ما هو كيكون عندك تقدير للناس اللي كتفرج الناس اللي كتعلق، الناس اللي كتقول لك عليش مهدرتيش فاليوم كنت قرر من الأمس أن أتحدث معكم حول الانتخابات الأمريكية ما نظن شي واحد ما صادفش شي منشور في الفيسبوك ولا في انستغرام ولا فيديو في يوتيوب ولا كي ذرع لهذه الانتخابات انتخابات فيها بزرح الأشياء اللي ممكن يعني الإنسان يحاول يستفد منها يحاول يتعرف على النماذج الديمقراطية اللي موجودة في العالم بغاية شي واحد يقول لك آه دا ديمقراطية ما كناش راهم الهيمناء القطبية الأحدية يستغلوا ثروات الناب أما ما إلى آخر هي القوي يغلب الضعيف كده كده نحن كن هدروع العملية الانتخابية لعلاقة الانتخابات الرئاسية وكان غريجي شي واحد يقول ليه واشنو علاقت بودريقة و وأيت منها وديرهم في العنوان أمر مقصود أمر مقصود الموضع الرئيسي ديالي هو الانتخابات الأمريكية السرع المحموم بين بايدن وترامب بين الحزب الجمهوري والديمقراطي ماذا هو واقع في مريكان ماذا ممكن ينعكس هذا السباق ونتائجه في المستقبل على القضية الفلسطينية على العلاقات مع الدول العربية على علاقات المغرب مع أمريكا على موقع الولايات المتحدة في العالم إلى غير ذلك ولكن كما تعلمون خبر يخرج عبر مجموعة من منصات تواصل اجتماعي يتم تداوله وليمقصد ولغاية في ذلك سأوضحها من خلال الحديث هو اعتقال رئيس نادي الرجاء بودريقة في هامبورغ في ألمانيا الكل بدأ يتحدث إلى غير ذلك ولكن بالمهنية والاحترافية هسبريس تمكنت من الوصول إلى المصدر وعبر هسبريس وهسبورت كان هذا المقال التي قالت فيها أنها علمت من مصادر مطلعة من الوكيل العام بمحكمة الاستناف الدار البيضاء سلم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادر في حق محمد بودريقة موضوع رهن الاعتقال بألمانيا حاليا إلى المصالح القضائية المختصة بوزارة العالم اجتحويل لناظرتها الألمانية تمهيدا لتوجيه طلب بتسليم المعني بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة التسليم عبر السلطات القضائية يتم عبر الشرطة الجنائية الدولية بين قوسين الانتر بول حين تكون محط مذكرة اعتقال تصل إلى الشرطة الجنائية الدولية الانتر بول التي تنتشر في مختلف دول العالم الموقعة على هذه الاتفاقية فإنها وفقا للمطالبات القضائية المحلية تقوم بتسليمك المعني بالأمر قضايا بودريقة لها علاقة بالجرائم الأموال ليس لها علاقة هذا ملف نتركه للجميع لمن سيتابع عن كثب المصطرة القضائية التي سيخضع لها الرجل وأيضا إلى حين عودته ربما سيكون هناك نقاش معمق وهناك مصطرة قضائية سيتم اتباعها هذا ما تم الحديث عنه عن بودريقة هناك لدينا سباق محموم ليس كسباق الانتخابات الأمريكية ولكن سباق الجماهير وهنا ربما قد أغضب البعض وقد أفرح البعض ربما دبا شي واحد يعلق ويعاير ولكن ذلك شي شغلك إذا كان تفكيرك سيقودك إلى أنه أنت أخصك تدافع على النادي ديالك ولا على رئيس ديالك إلى غير ذلك ولكن أنا عنديك مقلك غاية وهدف من إقحام ما يحدث اليوم من هذا الموضوع الشائع ديالبودريقة إلى غير ذلك والتعليقات والناس التي بدأت تشمت بالموضوع مع صفات يحملها أناس اليوم بيننا في المشهد الرياضي صفة سياسية تحديدا الأنبودريقة هو عضو في مجلس النواب ولديه صفة على المستوى كمنتخب محلي تم إيقافه بعد الغياب المتكرر إلى غير ذلك سبقه في ذلك واليوم يعني اليوم سباق محموم ربما بين جماهير الرجال والويداد نقولها صراحة سبقه في ذلك رئيس آخر هو رئيس نادي الويداد سعيد الناصري الذي اليوم أيضا يتابع بقضايا بما بات يعرف كما تعلمون اسكوبار السحراء وقضايا أخرى لعلاقة بالتزوير وإلى قيل ذلك ووضع اليد على ممتلكات الغير ووووووو وإلى آخره تبيض الأموال وأيضا بينهما كان رئيس سابق للرجاء اللي هو البدروي وهو المتابع قضائيا واليوم خرج في ذات الإطار حديث عن مذكرة متابعة قضائية في حق السيد هشام أيتمنى الذي هو اليوم يعني رئيس لنادي الويداد الرياضي لكرة القدم ما نقوله ده باون يعني كنهضروا الآن على أربعة أشخاص أكيد قرينة البراءة حاضرة للجميع ونتحدث عن ثلاثة منهم يتمتعون بصفة سياسية وأنا غنجيكوا عليش كنهضر هذا الموضوع حيث تمت المصادقة في البرلمان على مدونة الأخلاقيات والسلوك ولك تفكروا معي مزيان أي عشنا واحد الاعتقالات واحد الإدانات على مدى أشهر ماضية همت الكثير من النخبة السياسية ومن جميع الأحزاب تقريبا هالي باختلاص أموال عمومية هالي بالإفراء غير المشروع هالي هالي للآخر فكان في الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي كان رسالة ملكية موجهة للمحتفلين بهذه الذكرى وكان من بين ما قاله جلالة الملك في هذه الرسالة هو ضرورة أن يكون هناك مدونة للأخلاقيات والسلوك داخل البرلمان في النظام الداخلي للبرلمان بأثر قانوني قبل يومين تمت المصادقة على هذه المدونة واليوم عليش بتلكوا هذا الموضوع لأنه كان صفة سياسية لهؤلاء الناس واليوم ما كانش منين تقوم بالمروغات اليوم انثبت عليك هناك عقوبات تصل إلى حد التجريد من صفة البرلمان عليها كنقوله أنه المشهد لا يشرف المشهد ربما يعني يعطي صورة نمطية عن الفعل السياسي والفعل السياسي في المغرب وحتى الفعل الرياضي حيث اليوم احنا امام رؤساء في أندية كرة القدم صورة ما مزياناش صورة سيئة جدا فتوحد فينا ما ما غيكون عنده قدرة ربما على الشماتة في الآخر ولكن قبل ذلك لا سمحتوا لي لأن الشيء بالشيء يذكر نسمعوا شنو قال هشام أيتمنا رئيس سابق لشباب المحمدي الحالي للويداد الرياضي فيما يخص اللغط الذي كثرة حول أن هناك مذكرة اعتقال بحقه بأنه متابع قضائيا في أحد القضايا هل بحث القضائيين التي تحتحت بها رقاة الوطنية؟ متابع؟ متابع؟ ما كان متابع؟ متابع؟ ما متابع؟ الصفحات التي تتشعلها ليست مشكلة لا حالة صفحات متابعة مختصاص من يمم وتنا عرأتهم هذا الاختصاص للصفحات ويقولون أنهمهم والصحفية لا كانت مشكلة لديهم قانون ويقولون أنهم لا يتبعون كان واحد مستشعر تقدموا واحد الشيكاية وأي واحد عن الحبي تقدم الشيكاية ونبدأ من حقه أنه سمطولي في الشيكاية ديره نحن ساعة مزا بجل تنسينا إذا قد جيني غا بشي نجا ونواتف مال نفسي مكينش مفكين شو يقدروا يتهموني بأي حاجة في محمدية إلا أنه يديري دي على هذا الشيء في الجمعة ولا دير الدولة كيفما كانت إذا قدروا يتهموني بأي حاجة إلا أنه يديري دي هنا كان حوار بين أشرف بالمودن والسيد هشام أيت مننا على العموم صحيح المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن مجموعة من الشبهات كما قلت لك التي تحيط بمسؤولين فاعلين في الجسد الرياضي وفي نفس الوقت في الفعل السياسي عبر صفات برلمانية كان منتخبين شوية كتفقد الثقة في الناس اللي غدا يمشي ممكن خصو يمشي يصوت في 2026 ولا الشاب الذي ربما غدا خصو يمشي ينخرط في حزب سياسي من أجل التأطير ومن أجل الممارسة الحق في رفعة وطنه وفي تقدم بلاده هذا شيء كي يحس في النفس ولكن على العموم كما قلنا لك غير دوبتلج وغيبان لتحت منه الأيام كفيلة بأن تبرئ هذا أو تدين ذاك وبالتالي اليوم السباق المحموم على منصات التواصل الاجتماعي ربما أنا كنشوف فراغ في فراغ لا أكثر ولا أقل بانتظار أكيد هناك قضاء والقضاء سيقول كلمته ولكن بالنسبة للساسة الذين ربما كيأخذوا كرة القدم كمطية من أجل الوصول لأهداف سياسية ولا لمصالح شخصية ولا لقضاء مآرب أخرى اليوم أنا كنقول أنه هذا النظام الداخلي للبرلمان هناك من يفهم واللي بغي يقلب على الموضوع يقلب ويتابع ربما عندنا واحد الجمهور ما كيديش في هذه القضايا ولكن إلا حصل شيء واحد في الفساد كتلقاه ما شاء الله متفاعل وليكمونتر وإلى آخره فاليوم خصنا نتبع هذه الأمور أنا كنحسها واحد تطورات إيجابية كينا أنه اليوم ما يمكن لكش أنت تبقى تغيب عن البرلمان من كتجي شي حاجة جلسة مهمة دي القانون المالية ولا جلسة دي تغيير القوانين الانتخابية ولا لا كنشوفك حاضر وقالس في وسط المجلس وكتغوت وهو محيح وإلى غير ذلك إلا كنتي في الأغلبية مرة مرة تبدأ تطبل إلا كنتي في المعارضة بغي تخالف تعرف باشتبان وبرتاجي الشعب في منصة التواصل إلى غير ذلك اليوم ما كين واحد نظام داخلي كين مدونة سلوك وأخلاقيات اللي غد قنن هاد شي وكتمنع تنافي الصفة وكتمنع أيضا إلا كان هناك اتهامات وإدنات قضائية اللي حصل غير يودي يعني غير يجردوك من ديك الصفة البرلمانية اللي غد أتمنحك ديك الحصانة نختمو هاد الملف اللي بغيت يكون مقدمة باش نقولكو هال مشهد وهاد المشهد يعني حزين نوعا ما وتوحد ما يمشي يقول أنا أنا نقي تقي واواي الآخري والآخر متهم ومدان وفاسد ودو دو دو أمور بها قضب بي وكل واحد عنده ملفات وسمعوني يعني في مغرب اليوم كين واحد للسياسة وربما قلناها في واحد الفيديو سابق إنه اللي حصل غير يمشي اللي انهب المال العام غير يمشي اللي اختلاص وكان عنده مآرب شخصية غير يمشي قلناها مرارا واتكرارا الفساد تكلفته غالية وغالية جدا في المغرب غالية معنى آخر المادي غير المادي غالية أما أشياء أخرى تنعكس على النشأ وعلى الجيل وعلى الشباب وعلى الناس البغة تماري السياسة والبغة تساهم هذه حدث ولا حرج هذه أمور ربما معنوية غادي يكون واحد الفاتورة ديها باهضة وباهضة على العموم بشو أمريكا 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 كما كتشاهده اشتعل فيها السباق الانتخابي لسببي السبب الأول أنه كان هناك اقتراب لمؤتمر الحزب الجمهوري اللي فيه غادي سكي دونالد ترام كمرشح للرئاسة وفي ذاك المؤتمر أو استبقه دونالد ترام بتعيين ديفانس كغنجيل كلها تسيد كنائب وقبل ذلك كانت بنسلفانيا وما أدراك ما بنسلفانيا وما حدث فيها دونالد ترام على المنصة تجمع انتخابي شاب في العشرين من عمره أرسل مجموعة من الرصاصات وحدة أصابت دونالد ترام محاولة اغتيال فاشلة منحت واحد من نفس كبير وكبير جدا للحزب الجمهوري للمرشح دونالد ترام باللي كان عنده أكثر من ثلاثين قضية حول الولايات الأمريكية في مختلف محاكمها قضايا بالجملة بكل المواضيع وكل الأشياء ولكن اليوم شعبية دونالد ترام ارتفعت بشكل كبير وكبير جدا في المقابل ماذا حدث؟ في المقابل في استطلاعات الرأي العام شعبية جو بايدن يعني بدأت بالانحضار شيئا فشيئا والرجل اعلن إصابته بفيروس كورونا وبأنه سيخضع للعلاج واليوم هناك أصوات كثيرة جدا على مستوى الحزب الديمقراطي قيادات داعمين اللي كي يطالبوا بايدن بالانسحاب ويبحثون عن شخص آخر ويشغل تكون النائبة ديالو كامالا هارس أم لا هذا هو الأمر الذي سيبقى منوط بالديمقراطيين قبل مؤتمرهم الوطني اللي من خلاله غادي يسموا الرئيس الذي يتم تصويت عليه من قبل المندوبين كما حصل مع الجمهوريين باش يتولى رئاسة الولايات المتحدة طبعا بعد انتخابات الخامس من نوفمبر انتخابات طويلة وحملة انتخابية طويلة جدا وفيها الكثير الكثير من الأشياء غادي يجيش واحد يقول لك احنا مالنا لأ احنا مالنا لأننا عنا اكيد اشياء كثيرة جدا اليوم يحددها ان صعدت ديمقراطيون او صعدت الجمهوريون اليوم هناك تقولي السياسة الداخلية ربما بالصح ربما مغربي ولا تونسي ولا مالي ولا سينيقالي يقول لك انا شنو كيهمني في السياسة الداخلية يجي دونالد ترامب غدا يرجع وينزل على الطبقة المتوسطة بالضرائب ما غا يهمنيش ولكن قدر يهمني واحد الجالية مغربية ولا تونسية ولا مصرية عيشة في مريكان ربما تكون متضررة من هذه الاجراءات الضريبية ولكن بالصح نكيهمني على مستوى السياسة الخارجية على مستوى السياسة الخارجية الديمقراطيين لديهم سياساتهم واليوم ربما وخده جو بايدن كي يطلع ويقول انه انا ربما نحصل على اصوات العرب وعلى اصوات المسلمين وعلى اصوات الاقليات وهو اللي خدم واحد لحديث شريف في انتخابات 2020 قال لهم من رأى منكم منكرا فليغيره فاستخدم حديث شريف واثنى على المسلمين وتوعد انه الى انجاح غد يعين قيادات مسلمة ولا عربية ولا غير ذلك معه في طاقم العمل الذي هو فيه ولكن اليوم ربما الفاتورة باهضة تدفع على ما يحدث في غزة يعني رغم انه اوقف امداد اسرائيل بالاسلحة قنابل من اوزان معينة رغم انه دار هدك الميناء العائم في قطاع غزة والذي لم يسمن ولا يغني من جوع رغم بعض الخطوات وقدم مقترح للهدنة ووقف اطلاق النار ولكن في نظر الفلسطينيين في نظر ايضا حتى الشارع الامريكي اليسار طلاب الجامعات الى غير ذلك الجالية العربية والمسلمة هناك في امريكا لم يكن له موقف صارم بالمقابل جو بايدن او عفوا دونالد ترامب دونالد ترامب والذي جابوا معاه هذا جي دي فانس نائب لي بجوجهم مساندين حتى الرمق الاخير لإسرائيل وبالتالي في القضية الفلسطينية يمكن ان نقول بانهم كلاهما سيان ماذا ما يختلف على الاخر فيما يخص ايضا احنا ممكنش نقوله احنا ما كانت تأثرش في السياق العام الدولي يعني حرب روسيا اوكرانيا اثرت على الحبوب طلعات تمنديالها قمح وشعير وزيود وووية لغير ذلك اثرت على اسعار النفط والغاز ومن كانت تأثر على اسعار النفط والغاز انت غد بجي تأدي تأدي الفاتورة غالية ويقدر يوصل عندك المازوط 13 درام والبنتين الـ 14 ولا الـ 15 انتغى الضرر والحرب فين واقع واقع في اوروبا الشرقية في اخر الدنيا ماذا يقول ترامب ترامب يقول سأوني الحرب في يوم واحد يوم واحد بمعنى ماذا حرب مستحيل تنتهي بيوم واحد ولكن هو يعني واثق في نفسه بان لديه ربما قدر على الضغط على فلاديمير بوتين يهدد بوقف المساعدات الى نظام فلاديمير زيلنسكي في اوكرانيا وبوسيلتين الضغط ربما يجعل من بوتين وزيلنسكي الجلوس على طاولة المفاوضات وانهاء الحرب حرب تحتاج لأشهر ولكن ترامب واثق في نفسه وانا لديه القدرة في نفس الوقت العلاقات مع الصين الرجل الكل يعرف ماذا فعل مع الصين ابانة ولايته الرئاسية ويخشى الصين ويريد تدمير الصين على المستوى الاقتصادي وبالتالي سياساته واضح مع الاتحاد الاوروبي دونالد ترامب هو الذي ضغط على اوروبا كثيرا بيش كتكون يعني اكثر تمويلا لحلف شمال الاطلسي اللي اليوم كنشوفه كيساعد اوكرانيا حلف شمال الاطلسي 32 دولة فيها مجموعة كبيرة من الدول الاوروبية على غير فرنسا واسبانيا والمانيا وغيرها ولكن امريكا هي التي تتكفل بالميزانية الاكبر بالتعداد والعدة العسكرية الى غير ذلك فالترامب لديه سياسات ربما على المستوى الخارجي واضحة وقوية وقوية جدا ولكن لكي يتقوى اكثر ويتمكن من حصد اصوات لم يحصدها في الانتخابات الرئاسية السابقة التي خسرها مش عند واحد من الطبقة العمالية وعفاكوا اللي ما مستمتعش غير يحاول يتمعان بهذه السيناريوهات اللي كتوقع وياخد غير شوية دي المعلومات وشوية دي الدروس هالديفانز تخيلوا معي من ام مدبنة على المخدرات من طبقة عاملة ما عنده وال وال وغير تحاج وهنا هنا ترامب عنده واحد بحل بايدن بايدن جاب كمال هاريس كانت في القضاء وكانت في الكاسيناتور الى غير ذلك ومن بعد من بشرة سمراء وووى الى اخرى لعب على بزفت الاوتار هو كان رئيس مع رئيس الاسمر كما يقولون في الولايات المتحدة ما انا ما عندي غرض لابيض لاسمر كلانا بشر يتحدث عن باراك أوباما جابها كنائبة رئيس واليوم بدأ كيسلط على انتقاداته على ترامب ويقول بأنكم الوظائف The Black Jobs الوظائف السوداء هنا على العنصرية كيهدروا على كيف أن يعني ترامب لديه نظرة عنصرية للسود وبالفعل حتى ترامب من جاب مارك بانسكا مايك بانسكا كنائب للرئيس في الانتخابات 2016 و2020 جابوا من أجل أصوات الأقلية المسيحية الأنجلية في أمريكا شتوكفش الأمور كنت تلعب واليوم جاب نائب رئيس له علاقة بالطبقة الشغيلة علش طبقة الشغيلة حتى بزاف دي الولايات اللي كان فيها مجموعة من الاستثمارات استثمارات تقليدية سنعم السيارات إلى غير ذلك هجرت سواء إلى الخارج أو إلى ولايات أخرى أو أغلقت فالطبقة العاملة من البيض تحديدا ما صوتاتش على ترام خاصة في 2020 في الانتخابات السابقة اليوم جاب لهم واحد عنده خلفين من هالطبقة العاملة ويعرف كيف يمكن أن يقدم برنامج يستقطب من خلاله هذه الأصوات ولكن في نفس الوقت جاء أبي شاب تسعة وثلاثين عام تقريبا نصف عمر دونالد ترام وعنده قصة أرباما عجده جداته ما كانش عنده الفلوس عنده الأمريكان دريم الحلم الأمريكي بدأ شوية بشوية أولا من أصحاب الرؤوس الأموال الكبرى في شركات التكنولوجيا إلى غير ذلك أولا أيضا سياسي محنك داخل الولايات المتحدة الأمريكية اتهم ترامب ذات يوم بأنه هتلر وشوية بشوية تمكن هذا الشاب اليافع تسعة وثلاثين عام من أن يحظى بثقة الحزب الجمهوري من أن يكون نائبا للرئيس فحتى صراع الشيوخ والشباب بين ترامب وبين بايدن حاضر على مستوى اختيار نائب الرئيس فلذلك أقول بأنه سباق محموم اليوم من هو في مأزق ماشي ترامب ترامب خارج من محاولة اختيال يلعب دور الضحية المظلومية وحتى حضور حفيدته في المؤتمر اليوم وكيف كتدر جدي بالنسبة لكم مدان ولكنه من أطيب الناس يحادثني ويكلموني يسأل عني أيام الدراسة ويطعمنا المشروبات الغازية والشوكولات التي يحرمنا منها أبا والدنا إلى غير ذلك المهم بغد تعطيه وحد الصورة صورة ترامب الإنسان بعيدا عن ما يقال عنه أنه رجل أعمال إلى غير ذلك ولكن انسعد ترامب وهذا هو المرجح وسكن البيت الأبيض لولاية رئاسية جديدة فلن يتغير عن ترامب السابق الذي حكمه في 2016 عقلية رجل الأعمال هي التي ستحكم طاقم العمل الذي سيختاره شيء غير يكمل معه شيء ربما من عامه غير يمشي كما حدث مع جون بولتون كما حدث مع تيلرسون وزير الخارجية مع أشخاص كتر وفي نفس الوقت سيعود أقوى مما كان عليه أقوى مما كان عليه على مستوى قضينا قلنا لكم هو من منح القدس كعاصمة لإسرائيل عاصمة أبدية للدولة اليهودية حول السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس فمواقفه واضحة فلا تستنتظر منه الكثير من الخير كذلك بايدنا نحن شفنا ماذا فعل على مستوى القضية الفلسطينية وربما إن تم اتفاق على وقف إطلاق النار وهذا مستبعد لأنه اليوم حماس رفضت صيغة الاتفاق ونتنياهو في طريقه لواشنطن باش يلقي خطاب في الكونغرس الأمريكي فذهبوا سيعود ربما بمعلومات أوفر حول من هو صاحب الحظ الأوفر في الوصول للبيت الأبيض إذا كان ترامب تقدر لا سمح الله تطول هذه الحرب إلى ما لا نهال ما أردت إيصاله من هذه الرسالة حول الانتخابات الأمريكية على أنها تجمع السياسي مع الطبقة العاملة مع رجال الأعمال إيلون ماسك اليوم موعود موعود كما يقال به صاحب تيسلا وتويتر وغيرها بمنصب استشاري مع الرئيس ترامب في حال فوزه خصص لي 45 مليون دولار دعم شهرياً من الآن إلى نهاية الحملة الانتخابية وترامب ذكي استطاع أن يستقطب أصحاب رؤوس الأموال ويعيدهم بأنه يكون عفاءات ضريبية بمقابل غير غيفر الضرائف جديدة ولكن في نفس الوقت يقول سأستقطب الاستثمارات والمزيد من الجوبس جوبس 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 وظائف إلى غير ذلك بايدن في المقابل في مأزق ربما الديمقراطيين للخروج منه مع أنه الوقت من هنا النوفمبر مبقاش يذهبوا لكي يرشحوا شخصاً آخر ولكن من هو هذا الشخص؟ واش كمال هارس النائبة ديالو؟ واش غير يقلبه على شخص من داخل الحزب الديمقراطي ربما عنده الجاذبية التي تكون أكبر من جاذبية جو بايدن رجل اللي بدأ عقده الثمانين وحالته الصحية سيئة وفي نفس الوقت لديه هفوات كثيرة وكثيرة جداً نفرت منه ربما جزء كبير من الشارع الأمريكي والدليل على ذلك ستطلع ترأي العام وحالة فيديو سنختم به وسنختم به لغاية في نفسه يا عقوب لن أعلق ولكن سأترك لكم متعة لاستمتاع هذا الفيديو اللي طلبه من جامعة إسبانية يحتفلون بوقف جامعاتهم للعلاقات مع إسرائيل شكراً لكم الجامعة وللمدرسة وللشارع وللحزب وللبرلمان ولأي مكان كان ربما لطالما كان مكان لإبراز المواقف ولا خير الدليل على ذلك حتى في البرلمان الفرنسي نواب فرنسيون رفعوا العلم الفلسطيني وعقبوا بالغياب عن جلسات البرلمان لخمسة عشر يوم نواب إسباني يلتحفون الكوفية الفلسطينية للتعبير عن موقفهم هذا لا يعني بأنك معادل إسلامية وهذا لا يعني بأنك تحث على العنف والإرهاب وهذا لا يعني بأنك مجرد من مبادئ الإنساني هذا يعني فقط أنك في وقت حرج وقت مؤلم وقت صعب وقت فيه إبادة جماعية وقت اليوم ما نحن نهضره في السيارات وفي خانيونس وغيره كي ضربوا مدارس الأورنوا 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 النتن نتنياهو لم يجد له بنك أهداف عسكري مدارس الأورنوا مدارس اللي فيها إحداثيات معطية للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إنها فيها غير اللاجئين فيها غير أطفال ونساء تحت الخيام ويقصفون ويقتلون بالعشرات فربما هذا يحرك في قلوب الناس الشيء الكثير لكي يتضامنوا عبر أي شيء كان ليس في ذلك عيب هنا لا نحرض على أحد لكن دعوها تمر عادي موقف عادي يمر دون لغط دون من حق كل إنسان المعبر على العمو شكرا لكم نتمنى أن أتلاقاكم في فيديو آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر